أكد وزير الموارد المائية والريها نسويلم على تكامل مجهودات وزارة الري ووزارة الزراعة في خدمة المزارعين وزيادة انتاجية وحدة المياه خلال زيارة المحافظة الشرقية لحضور تجربة حصاد الأرز للاطلاع على نتائج زراعة سلالات مختلفة للأرز الموفر للمياه أكد وزير الري أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية والطريق الأمثل لإحداث نهضة مؤكدا على ضرورة دعم جميع الباحثين لإيجاد حلول عملية لتحديات المياه في مصر مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية هذا وأشار إلى أنه لا بديل عن الوصول لسلالات جديدة من المحاصيل تتحمل درجات الحرارة والملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه